اشتركوا في القناة وفي موقع الهيانة يونمي تؤكد مقتل وإصابة مائتين وآحد عشر مدنيا خلال الشهر المنصر ونتصفح في القدس العربي فصائل المعارضة تسيطر على مركز انطلاق الحافلات الرئيسي شرق دمشق ونتصفح في العربي اللندني الكنيست يصادق على قانون يحضر التفاوض حول القدس المحتلة وفي الخليج الاماراتية نشرت تحت عنوان سبعة وعشرون قتيلا حصيلة القمع الايراني وواشنطن تدعو باجتماع عاجل في مجلس الامر وفي الحياة ايران ارتفاع سريع في اعداد القتلى والسلطات تهدد باعدام المتظاهر واخيرا وليس اخرا في موقع الخليج اونلاين ترامب ساخرا من جونغ اون لديه زر نووي اكبر واقوى من زبك لن تجري الانتخابات القادمة في العراق على ارضية التغيير السياسي الى الافضل تحقيقا لمصالح العراقية فالعملية السياسية لم تتشكل منذ مطلع حقبة الاحتلال وحتى الان لتحقيق الحرية والتعددية او لتمكين الشعب العراقي من اختيار حكامه بارادته بل لبناء سلطة سياسية تحقق اهداف الاحتلال على حساب مصالح الشعب العراقي طلعت رميح يرى في موقع الهيانت ان الاخطر في الانتخابات القادمة هو سعي ايران لتوطين احتلالها وتحويل عملائها الى قادة سياسيين يحظون بغلالة من شرعية انتخابية هذا هو المختلف عن الانتخابات السائق يجري الان دفع الميليشيات الايرانية للدخول في لعبة الانتخابات وتحقيق الفوز فيها وتشكيل السلطتين التشرعية والتنفيذية من بين عناصرها فالتلك اخطر مراحل الاحتلال الايراني الذي يحظو حظو الاحتلال الامريكي الذي استخدم اللعبة السياسية عبر انتخابات شكلية ليبدو العملاء ممثلين للشعب العراقي فيما القوى الوطنية تلاحق بالحديد والنار وهكذا الامر الاخطر دوما من القتال والاحتلال ليس فقط الدمار والقتل وكذلك ليس تشكيل سلطة سياسية للاحتلال لحكم البلد بل الاخطر هو توطين الاحتلال وتحويله من الحالة العسكرية الى الحالة السياسية اولا ثم توطين عملاء الاحتلال يصبح قادة للبلاد برضا وتوافق من ابناء الشعب المحتل وهنا يأتي الملمح الرئيسي فيما يجري بشأن الانتخابات العراقية من موافقة لجنة الانتخابات او انغماسها في تحقيق المخطط الايراني وتمكين تلك العناصر الاشد وحشية ليس فقط من السيطرة على العملية السياسية وعسكرتها بل كذلك هو الاخطر توطين تلك العناصر واجعلها في وضع طبيعي داخل اجهزة الدولة يصبح الاحتلال جزءا من نسيج العملية السياسية والسلطة التنفيذية الحاكمة في البلاد الكاتب يقول انه اضافة لذلك فان سيطرت هؤلاء العسكريين المتوحشين على السلطة السياسية تتي مقرونة بعمال التهجير الطائفي واستبدال السكان السنة العرب والاكران في المرحلة الاخيرة يصبح معنى توطين الاحتلال الايراني شديد الخطر على المجتمع لا السلطة السياسية فحسب ونحن نكتب اسماء المدن الايرانية المنتفضة ضد نظام الملالي كأنما نردد في ضمائرنا اسماء مدن العراق على امل الاتحاق بتلك الجموع من الشعوب التي عانت من القمع والتدليس باسم الدين او قدسة المراجع السياسية ونفاقها لانظمة الحكم الحديثة ثورة الجيع في ايران اين صدها في العراق حامل القيلاني يتساءل في صحيفة العرب اللندنية لماذا لا يقتدي العراقيون بانتفاضة الشعب الايراني كما يقتدي بالمقابل حكام العراق بنظام الحكم المتخلف في ايران ما يختلف في حراك الشارع الايراني انه يأتي بعد تجارب ومعاناة من الشعوب العربية من تمدد ارهاب ولاية الفقيه وبعد تدمير المدن وابادة السكان بمجازر ممنهجة وبمبررات اصبحت في متناول البسطاء قبل حكومات المجتمع الدولي والمنظمات الاممية المنتفضون عليهم ان يدركوا ان النظام الحاكم وصلته الرسالة مهما كانت النتائج وما يتبقى في كل الاحوال مجرد كرسي للحكم فاقد للشرعية الوطنية والديمقراطية داخل ايران او بصادرات جرائمه في الاقليم او بالرأي العام الدولي بالنظام مثير للفتن ويسخر طاقة ايران المادية والانسانية لاشعة المزيد من الخراب والحروب في المنطقة وتراجع قيم الحياة الحضارية مثال الحاكم في سوريا وتشبثه بالسلطة دليل ساخر على مسرحية من طبائع الاستبداد لا يتمنى احد ان يلعب فيها دور البطولة الشعارات المرفوعة للمتظاهرين هي خارطة طريق لخطوات وتفاعلات واصداء التصعيد الشعبي الايراني وردة فعله على منتجات حكم البلال طيلة سنوات الاستبداد العنصري والسلطوي من يتفحص الشعارات تلك يدرك الى اين تتجه الانتفاضة في ايران رغم اطلاق الرصاص الحي وتفاقم عدد القتلى والجرحى والاعتقال الكاتب يدعو الى الاستماع لاصوات حناجر الانتفاضة الايرانية وهتاف الشباب المسفوحة لما في شوارع المدن التي رددت الموت للدكتوتور والموت للروحاني وشعارات اخرى سبق وان استمعنا اليها في برداد والمدن العراقية مثل كذاب نور المالكي لكن في ايران استبدلوها بروحاني وخامناء وسليمة يشغل الراصدين لشؤون المنطقة ما جرى ويجري داخل ايران في غضون الايام القليلة الماضية التي يراها الكثير منهم انها اكثر من فورة طالئة او مسيرات عابرة لبما لها من مقدمات وتمهيد يمكن ان يعلم منهما مسار السيناريوهات المتوقعة جهاد بشير يقول في جريدة البصار ان ما يجري في ايران ليس وليد لحظة او رد فعل بقدر ما هو التراكم لقضايا لم يعود لصمامها شيء من الصمود يحول دون انفجارها او انفجاره بعدما امتلأت جعبة الايرانيين نقما على نظام بلادهم ولم يعد لصبرهم مساحة تحتمل احتواء المزيد مما تلقي عليهم حكومتهم من تابعات اقتصادية لسنا في صدد الغوص العميق لتحليل احداث داخل بلاد ما يزال الحرك فيها في اول خطواته رغم ان بدايته وسرعة التصعيد بالصدام ربما تشيران الى امكانية تطوره ليكون ثورة حقيقية ذات ابعاد استراتيجية قدر ما نريد ان نرصد مدى انعكاس تطوراتها على العراق الذي تعده طهران خط المواجهة الاول في بداية الامر يلحظ الراصد امرا لافتا يستنبطه من الشعرات التي رفعت في التظاهرات يعطي انطباعا بضرورة التأنيف التوصيف ومحاولة التحقق من هدف الحرك فان تلك الشعرات انطلقت من دوافع اصلاحية تتعلق بتحسين واقع الحال الاقتصادي في البلاد ثم اخذت طابعا سياسيا بشقين احدهما الانتقاد المباشر لسياسات النظام على مختلف الاصعدة والاخر المطالبة بالكف عن التدخل بشؤون سوريا ولبنان وغزة فقط من باب ان الاموال التي تصرفها طهران هناك اضرت اقتصاديا ومعاشيا بالشعب الايراني الذي هو اولى بها وهو كلام صحيح ومطالبة مشروعة جدا لكنها منقوسة الحقيقة ان عدم ذكر العراق وعدم ظهور قيادة للحراك تتحكم في سيره وتشرح مشروعه يدعم اصحاب النظرية القائلة بانه من الصواب عدم اطلاق وصف مستعجل على المشهد الايراني الكاتب يشير الى ان على الحراك الايراني ان ينظر جيدا الى ما هو ابعد من المحيط الداخلي وينتقل من مجرد احتجاجات تطلب اصلاحات الى مشروع اقليمي يوازن مطالبه قياسا الى حجم نفوذ حكومة بلاده في المنطقة ولا سيما في العراق لان الاحتلال الايراني للعراق اذا تعرض لتصدع من الداخل بموازاة ما قد واجه فيها العراق من مقاومة تمت كثير منها البوادر تشير اليها فان المنطقة كلها ستكون على ابواب الخلاص من مشروع توسعين هدفه الاستحواذ على كل ما فيها دينيا واقتصاديا وسياسيا وحتى تاريخيا تظاهرات ايران تشبه هذه الايام تلك التي اندلعت ابتداء من سيدي بوزيد في تونس في اواخر 2010 فاشعلت معرفة بربيع العرف في تشابه الحدثين ذاك الجانب المفاجئ الذي لم تستشرفه اقلام وحناجر اعتى خبرائشين الايراني محمد قواص يقول في صحيفة الحياة ان نظام الايراني لا يختلفه في تفسيره لحراك الناس عن تفسير انظمة المنطقة لحراك الناس في مدنها وما يحصل في عرف الحاكم في طهران هو عمال عبس وفوضى يرتكبها خارجون عن القانون وان من يقف خلف تلك الهبة هم الولايات المتحدة واسرائيل وبرفان سيكون من الرصانة مراقبة الحراك في ايران دون المغامرة باستشراف مآلاته فاذا ما كان في خروج الناس الى الشارع عفوية مربكة فان في الحدث ما يجعله عابرا وكذلك ما يجعله مفصليا في تاريخ ايران الحديث المفارقة ان المتظاهرين وضعوا الطبقة السياسية برمتها في سلة واحدة والمفارقة ايضا ان رد الحرس الثوري ومحيط الولي الفقيه لا يختلف عن ردود صدرت عن مزراء حكومة الرئيس حسن روحاني بما يؤكد وعي الشارع بان الجميع باتوا في سلة واحدة وحتى الرموز الاصلاحية بدت تعابير خطابهم العطيق متقادمة لا تتسق مع شعارات المدن الغضبة بيد ان تبرم مواطن ايراني عاديا في مشهد اوتبريز ضد بلديته او محافظته او حكومته او حتى نظامه يقلق الى حد الرعب رعية باتت تابعة في صعدة او البصر او دمشق او ضاحية بيروت لا منطق تاريخيا بامكانه ان يجمع مصير شيعة المنطقة بمصير الحكم في طهران ومع ذلك فهذه حقيقة باتت تتجاوز انصار الاحزاب والتيارات التابعة لطهران وتنسحب على البيئات الحاضنة لغد فعلها القلق على الحدث الحالي البحيد الكاتب يرى ان هبوب الرياح على طهران هو نذير شوم على ايتام زرعتهم طهران في مدن المنطقة منذ عقود فجعلتهم من حزب الله في لبنان مرورا بفصائلها فيها العراق وسوريا وارغانستان وباكستان انتهاء باليمن يحهمون بولاء اعمى حول كعبة الولي الفقيفي طهران وقد لا يكون مستغربا ان يستيقظ الايتام بعد فجر على غياب الام الوالدة والصدر الحنون فالحناجر الغاضبة في ايران هذه الايام ترى ان للتعف الدخلي او راما نبتت خارج البلد وتستنزف الموارد وتعبث براهن الايرانيين والمنطقة ومستقبلها اما ديفيد اغناتيوس فيقول في صحيفة واشنطن بوست الامريكي ان الثورة الشعبية في ايران قد لا تطيح بالنظام الحاكم ولكنها بالتأكيد ستعمق الشرخ والتصدع الداخلي خاصة انها صلتت الضوء من قرب على تكلفة المغامرات الثورية الايرانية في الشرق الاوسط وكيف ان النظام صار يدفع ثمن هذه المغامرات الداخلية الكاتب يضيف ان هذه الحركة تختلف عن تلك التي اندلعت في ايران عام 2009 والتي كانت اشبه ما يكون بصراع بين النخب الحاكمة فضلا عن انها كانت في المناطق الحضرية اما الاحتجاجات الحالية فهي اوسع ومن ثم فان عمرية قمعها قد تؤدي الى نتائج عكسية ينقل الكاتب عن اليزا نادر المحلل بشركة راند التي ترصد الاحتجاجات في طهران منذ اطلاقتها قولة ان هذه الانتفاضة شملت جميع انحاء البلاد وجاءت بصورة مفاجئة ومن ثم فان تعامل قوات الامن معها كان بطيئا انها ثورة شاملة شملت حتى الطبقة المتوسطة في المناطق الحضرية الثورة بايران في جزء منها هي رد على التوقعات المرتفعة التي علق عليها الايرانيون امالهم التي انتعشت عقب توقيع الاتفاق نووي مع ايران عام 2015 حيث ازدهرت احلام الشعب بتحقيق النمو الاقتصادي والرخاء خاصة ان الروحاني ركز على هذا الجانب ولكن شيئا من هذا لم يحدث الامر الذي اصاب الناس بالاحباط ومن ثم تفجر هذا الاحباط الى غضب ملأ الشوارع يضيف الكاتب الكاتب يشير في ختام مقالي لان المتظاهرين تجاوزوا كل خطوط الحق فمقاطع الفيديو الواردة من ايران تشير الى ان الشعب الايراني ولأول مرة يتجرع على شخصية المرشد الاعلى علي خامناني وايضا قائد فيلق القدس قاسم سليمان حيث اظهرت تلك المقاطع كيف مزق المتظاهرون صورهما نشر صحيفة والستريت جورنال الامريكية تقليرا لكل من رجاء عبدالرحيم في بيروت وعيزابيل كولز في بغداد تناقشان فيه توجهات تنظيم الدولة في المحالة القادمة وتقول الكاتبتان انه بالرغم من الادعاة السورية والعراقية بالانتصار على تنظيم الدولة الا ان الافا من مقاتلي تنظيم لا يزالون يتحصلون في كل البلدين وقاموا بهجمات مؤخرا على اهداف مدنية وعسكرية بحسب التحالف الدولي الذي تقود امريكا لمحاربة داعش التقرير يشير الى ان المقاتلين المختبئين في المناطق الصحراوية او الجبلية بين المدنيين في البلدان المجاورة يقومون بتصعيد هجمات الكر والفر الان وتذكر الصحيفة ان متمردين في العراق قاموا باقامة حواجز عسكرية في منطقة الحويجة جنوب كركوك وقاموا باغتيال قائد شرطة محلي وابنه وقتلوا في هجوم منفصل زعيما قبليا وزوجته وتفيد الكاتبتان بانه انصمح للعديد من المسلحين الذين لا يزالون في سوريا والعراق بتجنب حرب المدن وهو ما حصل في الرقة بموجب صفقة انسحاب مثيرة للجدل للتسريع في انهاء القتال في معقل التنظيم السابق في سوريا لافتان الان تلك المعارك توجه خطاب العبادي بان هزيمة التنظيم في العراق قد تحققت وبحسب الصحيفة فان تقدير التحالف الذي تقوده امريكا بان تلك المعارك بعد سقوط الموصل ستستغرق اشهرا بداء على تقارير استخباراتية بان الاف المقاتلين يستعدون للوقوف بقوة امام الهجمات لكن في النهاية لم يستمر القتال سوى ايام ولم تواجه القوات العراقية اي مقاومة تذكر وتلفت الصحيفة الى ان لتنظيم الدولة تاريخا حافلا باعادة اختراع نفسه فبعد اصوله المرتبطة بالتنظيم القاعدة تحالف مع الثوار المعادين للحكومة في سوريا ثم اصبح شبه دولة تسيطر على مساحات شاسعة وعاد الان الى كونه تمرد من جديد وتختم الصحيفة تقريرها باشارة الى انه لا يمكن القضاء على التمرد بالقوة العسكرية فقط بل فما دامت المدن العراقية مدمرة وما دام الوكلاء الايرانيون يزدادون قوة وما دام نظام الاسد يقوى ويستبد سيبقى تنظيم الدولة يمثل عباءة المقاومة السنية مهما كان بشعا مشاهدي قناة الرافذين الكرام يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي السهيسات وعلى التردد 11142 عمودي وعبر القمر الصناعي ناجسات على التردد 1283 عفقي ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الالكتروني عبر الانترنت بعيدا كل البعد عن السياسة نجح علماء جمهورية ياقوتيا الروسية في استخدام جلد اصطناعي جديد لمعالجة مريض أصيب بحروق خطرة ونقلت صحيفة الخليج الإماراتي عن إيفان ترويفا طبيب في مركز ياقوتيا الحكومي الروسي لمعالجة الحروق قوله إن تقنية الاعتماد على الجلد الاصطناعي لمعالجة الحروق وترمين الجروح لا تعتبر جديدة لكن الأمر المميز في عملياتنا الأخيرة هو أننا استطعنا تطوير تقنية لصنع جلد اصطناعي وأوضح الطبيب أن التقنية تستخدم أو بالأحرى تستخدم الخلايا ليفية البشرية التي تساعد بشكل عام على ترميم الجلد وزرعها في نسيج بيولوجي تتم تهضيته بمحلول خاص قاموا بتطويره أيضا بحيث يتحول النسيج إلى شيء مشبه جلد الإنسان ويمكن زراعته مكان الإصابات الناجمة عنها الحروق أو الجروح ويتميز هذا النسيج بأنه يلتحه مع جلد المصاب بسرعة فائقة وكبيرة ليتحول بعد فترة إلى جلد طبيعي بالكامل متابعة ممتعة مع الكاريكاتور متابعة ممتعة مع الكاريكاتور وترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة